يأتي حج هذا العام وهو الثاني منذ اندلاع نزلة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19 تتويجا لنجاح المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمة الصحية الوبائية بعد كفاح مرير حتى أمكن بفضل الله ثم تضافر الجهات الحكومية المختصة بإدارة الأزمة الصحية خصوصا وزارتي الصحة والداخلية أمكنت السيطرة على التفشي الفيروسي وأتح ذلك بدوره رفع تدابير الإغلاق وتخفيف قدر كبير من التدابير الوقائية التي فرضت في وقت سابق العام الماضي وعلى النقيض من نهج دول أخرى فإن السعودية تضع سلامة الإنسان مواطنا ومقيما وحاجا ومعتمرا في المقام الأول ولذلك تم التخطيط بدقة وعلمية لتحديد شروط حج هذا العام من حيث تحديد عدد الحجاج وتوفير جميع المتطلبات الصحية والوقائية لضمان سلامة الحجاج من أي خطر وبائي محتمل ويأتي ذلك بعدما تراكمت لسعودية خبرات جمة في فن إدارة الحشود والتعامل مع المخاطر من وجود تلك الحشود في أماكن محددة بكثافة بشرية عالية خلال مواقيت معلومة ومحددة ولا بد من القول أن موسم حج هذا العام لن يختلف عن ما سبقه من مواسم من حيث الشعائر المعلومة باستثناء ما سيشهده من ضوابط صحية وقائية أم لها استمرار الأزمة الصحية التي تكتاح العالم في جميع بقاعه منذ اندلاع الجائحة العام الماضي ولا شك في أن تحديد عدد حجاج هذه السنة من شأنه أن يتيح لهم فرصا أفضل للحصول على الخدمات التوعوية من فتاوى وما إلى ذلك وهي خدمات تعظمت قدرات علماء المملكة في تقديمها إلى ضيوف الرحمن عسى أن يعينهم ذلك على أن يكون حجهم مبرورا مقبولا من النواحي الشرعية ولا تعني السيطرة على تفشي الفيروس في السعودية التخلي عن اليقظة المطلوبة إذ إن أي تراخ في التقيد بالإرشادات الوقائية يمكن أن يحدث انتكاسة صحية لا سمح الله والعلى في تجارب دول أخرى في هذا الشأن خير عظة وعبرة